كان العراق ولا زال منذ الاحتلال الامريكي على شفى حفرة ثم هاوية على بعد مسافة قصيرة من كارثة حتى جاءت السنين الاخيرة فهوى فيها وطال مكوثه ميليشيات الدولة او دولة الميليشيات هي السمة الابرز للحالة السياسية في العراق الجديد حيث تتحرك الحكومة والاحزاب في حرب مربعات دولية واقليمية وقد احتدت الزاوية مؤخرا فلم يبقى بين امريكا وايران الكثير سوى الحكومة في بغداد الولاء لواشنطن او لطهران عنوين لشركاء العملية السياسية يحلو للبعض ان يصنف مصطفى الكاظمي مثلا على الفريق الاول فيتهمه بالعمالة لايران على الرغم من تنصيبه من الاحزاب والميليشيات ولعل ذلك التصنيف له ما يؤكده فيقول قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال كينيث ماكنزي انه على يقين بان الحكومة الحالية في العراق ستطلب من القوات الامريكية البقاء في البلاد على الرغم من دعوات الانسحاب في وقت سابق ماكنزي رفض التعليق على عدد القوات الامريكية التي يجب بقاؤها برأيه قائلا ان ذلك القرار عائد للقادة المدنيين فيما عرج على الميليشيات بالقول انها تضع مصلحة ايران فوق مصلحة العراق النائب باسم خشان اكد ان الحكومة وبعض الكتل التي تقول انها ترفض وجود القوات الامريكية لا يوجد لديها اهتمام ازاء تصرفات هذه القوات وما تفعله داخل العراق ما يكشف للجميع ان تلك الكتل كانت تستعرض بقرار اخراج القوات الامريكية من العراق حيث انها بالمحصلة غير جادة بهذا القرار وطلباتها لم تكن حقيقية الخشية من غرق المركب الايراني دفع بعض الكتل السياسية التي كانت اول المؤيدين والمصوتين لقرار اخراج القوات الامريكية للتراجع عن مواقفها ما يظهر مدى جدية الحديث عن السيادة والوطن فالقوم في السر غير القوم في العلم وصفهم معروف الرصافي أوكاد